طالب قائم مقام الرماد إبراهيم العوسج الحكومة المركزية بضغط النفقات من خلال إلغاء القوانين التي تثقل كاهل الدولة الاقتصاديا مثل قانون السجناء والشهداء السياسيين وتلك المعنية برواتب السياسيين المستمرة منذ 14 عاما لاستيعاب أكبر عدد من الخرجين لكن حسب تقديري شخصي أن هناك الكثير من القوانين يجب إيقافها وإعادة العمل بها أصل مرة ثانية أي هناك قوانين أصبحت تثقل كاهل الدولة العراقية كقانون السجناء السياسيين والشهداء السياسيين وإذن القوانين الخاصة بمرتبات السياسيين منذ عام 2003 صعودا حسب تقديري شخصي أنه بإمكان الدولة ضغط النفقات في هذا المجال ومن ثم إمكانية زيادة عملية استيعاب الطاقات الشبابية والخرجين في دوائر الدولة على أن لا تكون على أسس بطالة مقنعة لأن الحقيقة كثير من الدوائر الآن فيها نوع من البطالة المقنعة ترجمة نانسي قنقر